وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى هدنة في قطاع غزة أطول من تلك التي تم تطبيقها في نوفمبر الماضي وأضح جون كيربي منصق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومية تابع للبيت الأبيض أن المحادثات من أجل الهدنة بناء وتهدف لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين في القطاع أريد أن أشير إلى أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أثناء وجوده هنا في واشنطن العاصمة وقد نقشنا الوضع في المنطقة كما وتيحت الفرصة للحديث عن الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والجهود الجماعية المستمرة لإطلاق سراح جميع الرهائن وإعادتهم إلى ديارهم مع عائلاتهم حيث ينتمون ومن المؤكد أن تلك المفاوضات والمناقشات مستمرة حتى الآن